اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخترتوا ليه علشان طبعا الموضوع ده الناس عندهم صعوبة يعني انا بقولهم على فكرة اشانك بالي عندي انا كعلاج ما هو الصعب على فكرة ده بيخلص المشكلة في 3 سيان يعني هو مفاجئ ولا بيبقى عيب خلقي في البنت ولا ايه بالزبط هنقول بقى في الاسباب بتاعته يعني عايز اكاوب بس على السؤال الاوليني انا اخترتوا ليه لانه الموضوع طبعا يعني فيه بيوت بتتخرب الموضوع بيوصل لطلقات وحاجات ويروخوا بقى في سكة تخصصات مش هما اللي هيعيجوا المشكلة واني البيت ما تخرفش بيبقى فيه نوع من اللي بيسموه الطلق الصامت يعني فيه مشكلة وده صامت وده صامت والدنيا بتمشي بس ربنا يعني يجعل العلاقة الزوجية من الحاجات اللي بتهدي الجو الاثري فلما يبقى فيها مشكلة بتأثر على كل الجو الاثري تمام طيب الاسباب المؤدية لكده ايه ده التشنج المهبلي عبارة عن انه فيه تشنج في عضلات الخود وفي عضلة المهبل اسمها بيوبوكوكسجيس مصر دي بيبقى فيها تشنج التشنج ده اسبابه ممكن تكون برايمري برايمري يعني موجودة من الاساس طيب زي هي المشكلة انها هي عضلة في الجسم زي رعبتها زي دهراء بس عشان هي مش بتستخدم جير ساعة الزواج فالبنت ما بتحسش ان هي عندها تشنج في العضلات دي جير لما تيجي تتجاوز تمام ده ده الرايمري فيه ساكندري اللي هو سانوي ده لما يكون عند يعني مسلا سمعت حاجة خوفتها فكت بتعمل في الاول تشنج ارادي بارادتها لانها خلفة فبعد كده بقى لا ارادي فيه مثال بشرحوا العينين عندي في العيادة بحب بقى اشرحوا عشان بيقوا مش متخينين واحد عامل عملية فيكو يا ابن يفرد ايدك لا انا خايف 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 يجي بقى بعد فعلا بعد العملية بشوية يجي لنا بتيبس في عضلة بقى من تشنج خايف ان هو يفرد لايه تحول لتشنج ارادي تحول لتشنج لا ارادي فيجي فعن يفرد لايه هو فعن خاص ما بقاش عليه خلده بحل المشكلة طبعا احنا بنعمل جلسات الجلسات دي عبارة عن ثلاث ايام الموضوع بسيط جدا هو المشكلة في انهم يروحوا لنين يعالج المشكلة دي المشكلة ان هو بيخط خصوصات تانية وليكن ناسة فدكتور الناسة بيكشف عليها من ناحية الناسة هي سليمة هي سليمة تعلن هو وذنة نظر بس هل ما بقاش عنده خبرة او دراية بالموضوع ده هو اللي يوديها لدكتور العلاق القبيل فيه دكترا عندهم الفكرة عن موضوع البجراني وفيه ناس لا فاللي عندهم بيوجههم واللي مش يعني ما عندهوش فكرة عن الموضوع مش بيوجههم فاللي بيحصل ايه انه العيان بيفضل يعني يلفوا يروحوا نسيوقوا ويروقوا المشارف ايه ودكترا طيب كورس العلاق بقى في تلات ايام في تلات ايام عبارة عن اجهزة بتعمل ارتخاء في عدرات الخود مش يعني مش بترخيها خالص لا يترجعها للنورمل تون المفروض الوضع الطبيعي للتون الطبيعي بتاعها وفيه جهاز غير من الاتحاد الاوروبي هما بيقوا جلستين في اليوم جلسة على الخود وجلسة على المابل وفيه جهاز من الاتحاد الاوروبي فيه بروب جاي مخصوص عشان الفاجينيزمس التشغنج المابلي بروب بتدخل جوه المابل بتعمل توسيع مش توسيع لان التوسيع غلط بتعمل ارتخاء في عدلات اللوحس النورمل زي ما حضرتك قلت بتتوصلها للنورمل بالتدريج اول سيشن بيبقى عندنا فيها اكتر من هدف نتطمن ان البروب عدت مكان العضل اللي هو فيه مشكلة الحاجة التانية نشوف على الجهاز رايتين يقولونا انه فيه زي ما فيه انكباط احنا عارفين انه فيه انكباط بقى فيه انبساط فبنبقى متأكدين من النتائج يعني ليه لانه الجهاز أرلينا فيه انكباط وفيه انبساط فالنتيجة بتبقى أكيدة خلاص واضحة واضحة قال انه الجهاز أرى زي ما أرى انه فيه انكباط بيقرانه انه فيه انبساط فيه انكباط فيه انكباط بناخد بناخد قرية معينة وبعد كده بننزل بالتدريج على تلات مرات لحد بنوصل للرقم اللي احنا المفروض نوصله في تلات جلسة وبنعلمهم الوضع اللي يحصل منه العلاقة لان الوضع التقليدي ما بينفعش بحالات التشنق المابلي وبنديهم فترة لانه معظم بيقعدهم مشكلة في الحام لانه ما بيحصلش علاقة متأخرين فبنديهم أيام التبويض وازاي يعني يحصل العلاقة في فترة زي بحس انه يحصل ان شاء الله حالة الاول والتاني والتالي في حالة يا دكتور وده الطبيعي ده طبيعي ان مثلا كابيشانت مش هتتتوجه لطبيب أو هتقول ان الموضوع محرك شوية أو يعني في مشكلة ما تديش على بالها ان هي المشكلة هي المشكلة ان في تشنق عضلي في المنطقة دي طيب هل يمكن علاج الكلام ده من خلال مثلا محاضرات يعني طرق مخصصة للأطباء زي حضرتك اونلاين مثلا ولا الموضوع ده صعب بوسي الموضوع لازم يتعمله جلسات وما فيش علاج تاني يجري الجلسات يعني مثلا من الحاجات المقترحة اللي تقالت تعاني الفجانيزمس ان احنا نعالجه بالبوتوكس البوتوكس ليه اضرار كتير جدا اولا البوتوكس بيعمل مشكلتين ايه بقى المشكلة الاولانية انهم بيحلش مشكلة التشنق يعني يروحوا يحقنوا البوتوكس ايه دكتور احنا حقنا بوتوكس وما وصلناش لحاجة لانه حقن عضلة المهبل وما يقدرش يحقن الحود ففضل التشنق هي المشكلة اصلا من العضلة مع الحود او اللي تقالت مع بعض فيهم تشنق فبتفضل المشكلة موجودة ختيجي يقولها تب روحي بقى خلاص عملي الجلسات تمام طب ما كان يعني ايه فاهميني ما استفدتش حاجة في البجانيزم حلوى تاني حاجة انه ده بيأخرناها الحملة حوالي تمان شهول لانه ده مادة سمة اتحطت في الجسم فمنوع انه يحصل حمل الحاجة التالتة انه الضعف البوتوكس بيعمل ايه بيعمل شلل مؤقت في العضلة زي تحديين يعثر بقى شلل مش تخدير كمان اه هو بيعمل حاجة براليزيز دائم بقى ولا مؤقت لا مؤقت تمام دي مشكلة انه هو مؤقت الشلل ده مؤقت اه اه فقولش انه هو اصلا ما بيحالش المشكلة لانه هو زي ما قلنا حقا العضلة المهبل وسبب الحود تمام فبتفضل المشكلة قائمة موجودة طيب والحاجة اللي برضو فيها حعارة بيحصل مع بعض الناس اللي بيبقى انه بوتوكس تيجي بعد حامل ولادة خصوصا انه حصل ولادة طبيعية تمام يحصل ارتخاء في جدار المهبل فتدخل في مشاكل الثلاث البولي ومشاكل من نوع اه يعني يعني ليه سايد افكت على المدى البعيد وعلى المدى القريب ان احنا ما جبناش نتيجة مؤقت الحاجات النورمال افضل يا دكتور بدل انا او كل حاجة كل حاجة اللي بيقول عليها كل حاجة يعني الجهاز هياخد وقت ويروح لحيا بالضبط هما تلت بلسات وخلصت القسطة ورجعناك فيه التدخل فيه ناس تقول لها طب تعين عملك عملية توسيع فعملية التوسيع دي بتبوزها ميزة اولا بتبوزها ميزة ان الكنتور بتاعها دا مفيد جدا في العلاقة الزوجية لها ولزوجها فبتفقد الميزة دي وفي الاخر ما حلتش برضو مشكلة التشنج يعني برضو المشكلة تفضل موجودة بعد التوسيع ليه ليه ما كل حاجة بالعلم لان المشكلة مش في الكنتور واسع ولا دا المشكلة في العضلة فيها تشنج فبتعمل التوسيع وبتفضل العضلة متشنجة اه يعني التوسيع نفسه مش في العضلة صعب انه لقى العضلة لأ مفيش حاجة اسمها توسيع عضلة بيوسع الكنتور بتاع المهبل اه فده لأ دا مش هو دا المشكلة المشكلة في التشنج اللي جوه العضلة فبتعمل التوسيع وتفقد الميزة اللي عندها نهاية الكنتور بتاعها كويس وده بيفيدها وبيفيد زوجها اثناء العلاقة حلو اوي اه بتفقد الميزة دي وما بتحلش مشكلة التشنج اذا العلاج العلاج بين وسائل فاضل بس حاجة تالتة بتتمع عشان نبقى قلنا للمشان كل الحاجات اللي تخص الغلطات اللي ممكن تحصل عشان نبقى وجهنهم في حاجة اسمها دايليتورز او موسعية دي برضو من احد العلاجات الخاطئة الدورز بيفط بس عقدة انه حاجة تدخل جواها لو هي من هو اللي بتخاف انه حاجة تدخل جواها لكن برضو مشكلة تفضل ممكن ما بيعليكش التشنج هو مش جهاز بيعمل ارتخال ده هو حاجة صلبة ده تدخل جواها اذا 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 يا جماعة دلوقتي الحل بالجراحة مرفوض بالبوتكس مرفوض باللي هو الجهاز الاخرين احنا بنقول انه ده ما بيجيبش بالعلاجات بالعلاج الطبيعي ده ما بيجيبش نتائج هي تشنج عضلات عضلة يعني نعمل لها انا شايف ان الموضوع مهم جدا يا دكتور انا افضل ان احنا نعرضه في حلقة تانية لان الموضوع اعرض من وقت الحلقة نورتيني جدا جدا يا دكتورة رانيا وموضوع يعني انا شايف انه غاية في الاهمية وبيمس يعني شريحة كبيرة جدا وممكن بيوت تبقى مقفولة على كده وممكن بيوت اتخربت بالاسباب اللي حذكرتها دي نورتيني جدا الدكتورة رانيا السيد دكتورة واستشارة العلاج الطبيعي الاصر العيني كانت معنا فقرة مميزة جدا نورتيني حلا